بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر مبادئ الإدارة اليوم سنستكمل الحديث عن وظيفة التخطيط وكما تعلمنا أنها من الوظائف الأساسية للمدراء اليوم بإذن الله سنكمل الحديث في هذا الموضوع ونحن كنا قد بدأنا ذلك في الدرس السابق حينما ذكرنا عدة نقاط أولى هذه النقاط تحدثنا ما أهمية التخطيط ذكرنا لكي نعرف أهمية التخطيط تخيل حياتنا أو أمورنا اليومية أو المهنية دون تخطيط ذكرنا التخطيط مهم لعدة أسباب فحينما لا نخطط سيكون هو أحد أسباب الفشل ذكرنا المنظمات التي لا تخطط أحد أسباب الفشل هو عدم التخطيط أو عدم التخطيط الجيد فالمالك والمدير الذي يخطط بفاعلية لمستقبل المنظمة يمتلك فرصا أكبر للنجاح مقارنة بالأولئك الذين يركزون على العمليات كل يوم بيوم لا يكون لديه رؤية أو تفكير لما بعد مثلا فترة قد تكون قصيرة الأجل أو حتى فترة طويلة أو استراتيجية ذكرنا أيضا أن التخطيط هو نشاط إداري محدد ينبغي القيام به بعناية بالغ بمعنى لا بد أن يكون التخطيط وفق خطوات وأسس التخطيط وعليه من الضروري أن يعرف المديرون كيفية التخطيط إذن هناك طرق في التخطيط تناسب كل هدف من الأهداف كما ذكرنا قد تكون قصيرة قد تكون متوسطة طويلة الأجل وبالتالي لا بد أن نستخدم الأدوات والإجراءات المحددة لذلك ذكرنا أيضا خطة العمل وأهميتها وقيمتها ذكرنا خطة العمل وذكرنا عملية التخطيط في مجملها ذكرنا خطة العمل هي مستند مكتوب يفصل طبيعة العمل إذن يوضح العمل بشكل دقيق وغاياته وأهدافه وكيفية تحقيقها إذن إجراءات خطة العمل تحتوي على إجراءات وتعد خطة العمل أداة مهمة لأي منظمة تخطط لإجراء تغيير كبير إذن لا يمكن أن نتخيل منظمة تنشد التغيير والتطوير ولا يتوفر لديها خطة عمل ذكرنا عملية التخطيط بشكل عام هي تقوم على التحليل تحليل الفرص تحليل التهديدات تحليل نقاط القوة نقاط الضعف أمام المنظمة وبالتالي بعد ذلك تخطط مدى الربحية ما هي الربحية المتوقعة والمحتملة وفق الإجراءات أو وفق الأداء الذي ستقدمه اليوم سنستكمل في هذا الموضوع سنتحدث أيضا سنكمل حديثنا عن أهمية التخطيط بعد ذلك سنتحدث عن نوعي من التخطيط التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي ونستكمل المصطلحات هي خطة العمل الميزة التنافسية تخطيط الاستراتيجي التخطيط التشغيلي نقاط القوة نقاط الضعف الفرص التهديدات الرسالة والرؤية وكل هذه المصطلحات مهمة وأساسية في وظيفة التخطيط نستكمل الحديث في أهمية التخطيط هي السمات الخاصة التي تتيح لمنظمة أو لمنظمة ما أن تقدم منتج أو خدمة أفضل من تلك التي تقدمها منظمة منافسة وهذا ذكرنا أنه تعريف قد يكون للميزة التنافسية للمنظمة ويعتبر التخطيط النشاط الإداري الأهم على الأرجح إذا يحدد اتجاه العمل ويضع أهداف محددة ذكرنا أن لا يمكن أن نخطط بدون أهداف وبالتالي الأهداف تقود المنظمة نحو رؤيتها نحو الهدف أو الغرض الذي أنشأت من أجله أيضا الخطط بشكل عام الخطط سواء قصيرة أو طويلة هي تشكل دليلا إذن هذا الدليل يوجه اتخاذ القرار بشأن العملية التجارية إذن نحن في العمل اليومي في المنظمات لا بد أن يكون لدينا اتجاه فالخطط هي من تقود هذا الاتجاه وتكون دليل يسترشد به المدير يسترشد من يطبق العمل وفق هذه الخطط الموضوعة في عملية التخطيط كذلك يعتمد المديرون على الخطط لتحديد ما إذا كان العمل يحرز تقدم أم لا إذن سأقارن ما خطط بما نفذت لكي أعرف هل هناك تقدم أم هناك تأخر أم نحن نسير وفق الخطة أيضا يشجع التخطيط الدقيق المديرين على أن يكونوا أكثر دقة كلما كان التخطيط دقيق كلما عرفنا بدقة وبشكل موضوعي وحينما نصدر القرارات التي نتخذها أو التي يتخذها المديرون إذن التخطيط كما ذكرنا هو نشاط إداري يشكل دليل لوجه اتخاذ القرار يساعد على معرفة مستوى التقدم أو الانحراف إذا كان هناك انحراف وأيضا نكون أكثر دقة في قراراتنا التي نتخذها لو أعدنا تعريف الميزة التنافسية نحن تحدثنا عن الميزة التنافسية والتي تنشدها جميع المنظمات أن تكون لها ميزة تميزها عن غيرها فالميزة في عصر التنافس هي السمات الخاصة التي تتيح لمنظمة ما أن تقدم منتج أو خدمة أفضل من تلك التي تقدمها منظمة منافسة قد تكون هذه الخدمة تتعلق بالسعر أن تكون تقدم منتج مشابه لمنتج المنافسين بسعر أقل أو أن تكون الخدمة هي جودة أعلى أو ميزة أو صفة أو خدمة إضافية وبالتالي أي أمر يجعل المنظمة تتميز عن غيرها سواء في الخدمات أو المنتجات إذن نستطيع أن نقول أنها ميزة تنافسية كذلك حتى على مستوى الأشخاص ونالك بعض الأشخاص يكون لديه ميزة عن غيره من زملائه أو من أقرانه أو من العاملين أو من الموظفين وبالتالي يكون له أفضلية عليهم في هذه الميزة كذلك في عصر المنظمات أو في عالم الأعمال كذلك بنفس الطريقة الميزة تعطي خدمة أفضل من الآخرين أو المنافسين التخطيط يشبه أو يشبه التخطيط في منظمة ما كبيرة ومعقدة إلى حد ما تركيب أحجية الصور المقطعة نحن نعرف أن الصور التي تأتينا مقطعة بهذا الشكل ونقوم بتركيب الصور ليظهر في النهاية شكلاً واحد لهذه الصور إذن تحتاج منا إلى تركيبات نركب هذه قد تكون هنا ونركب أخرى هنا إلى أن يظهر الشكل الكامل بصورة معينة مرسومة قد تكون الصورة لديك وثم تقوم بنقل هذه الصورة في التركيبات إذن نلاحظ التعقيد في هذه التركيبات كذلك التخطيط إذن خطة الأولى تركب مع خطة أخرى القسم الأول مع القسم الثاني وبالتالي في النهاية تشكل خطة للمنظمة وتكون مرسومة مسبقاً كما ذكرنا بأهدافها إذن في المنظمة كلما كانت كبيرة ومعقدة إذن سيكون الأمر بالتأكيد يحتاج إلى دقة المنظمات الكبيرة تطلب كثيراً من التنسيق التنسيق بين الأقسام، التنسيق بين الأفراد، التنسيق بين الإدارات فإن التخطيط المشترك سيسمح للمديرين من مختلف الأقسام بفهم كيفية تأثير عملهم على الأقسام الأخرى إذا وضحنا للقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث كل الخطط ونحو هذا الهدف إذن سنتكامل في العمل إلى أن نصل إلى الهدف المحدد إذن سنتكامل في هذه النقطة وبالتالي نحقق الهدف المشترك للمنظمة إذن قد يكون لدينا قسم إدارة المواد البشرية قسم التسويق، المبيعات كلاهما لديه أهداف موضوعة بالنسبة له وفي النهاية هذه الأهداف لا بد أن تصب في مصلحة المنظمة ويكون العمل موحد إذن وهذا ما يجنبهم نشوء أي مشكلة في حال أن قسم الأقسام لم يشترك مع الإدارات الأخرى في وضع الأهداف قد يسير في اتجاه مختلف وبالتالي هذا الاتجاه قد يولد مشاكل وقد يولد تكاليف إضافية وفي النهاية لا بد أن يتجه باتجاه الهدف الموضوع لكي نحقق رؤية وأهداف المنظمة وهذا قد يؤدي أيضا إلى تضارب المصالح كل قسم قد يبحث عن مصلحته وبالتالي يكون هناك تنازع ونحن نعلم أن المنظمات لا بد أن تعمل بشكل جماعي لكي بالتأكيد يكون هناك اتحاد ويكون هناك بالتأكيد تحقيق الأهداف المنظمة يستطيعون تحديد المواقف التي تستلزم تنسيق الجهود وفيما بينهم نحن نقصد الأقسام حينما يعملون مع بعضهم يستطيعون أن يواجهوا العقبات ويرتبوا الأمور وينسقوا الجهود لأن يصبح هناك تطابق كل جزء من خطة المنظمة مع الأجزاء الأخرى لضمان نجاح العمل إذا النجاح العمل مرتبط في عملية التنسيق وبالتالي إذا ما أردنا النجاح لا بد أن يكون التنسيق عليه كلما كان هناك منظمة كبيرة تتميز بعدد كبير وأقسام كثر إذا لا بد أن يكون التنسيق بدرجة أعلى لماذا؟ لأن بكبر حجم المنظمة من الطبيعة يحدث هناك تفاوت أو ازدواجية في حال عدم التنسيق ولكن كلما كبرت المنظمة احتجنا إلى التنسيق بشكل أكبر لكي تكون الأهداف واحدة وكذلك الخطط واحدة لكي نحقق أهداف المنظمة وإلا قد نتعرض لتصادم كما ذكرنا وإضاءة للفرص والجهود وبالتالي قد نجد أننا متشابهين في العمل أو مختلفين بدرجة كبيرة وبالتالي قد يكون العمل ينجز أكثر من مرة من نفس القسم وهذا لا ينبغي يجب أن يكون كل قسم له أعماله التي يتفرد بها التي تتكامل مع الأقسام الأخرى نأتي إلى ما يسمى مستويات التخطيط أو level of planning وهي بالتأكيد لدينا مستويين سنتناولها في هذا المقرر يخطط المديرون على مستويين لدينا المستوى أو التخطيط الاستراتيجي وهو تخطيط طويل الأمد أو طويل المدى الذي يحدد أهدافا ونشاطات للعمل ككل إذن لدينا أهداف بعيدة يرى بعض الرواد الإدارة وعلماء الإدارة أنها أكثر من ثلاث سنوات والبعض يرى أنها أكثر من خمس سنوات وبالتأكيد هي في العالم المتغير حاليا قد يفضل أن يكون التخطيط طويل المدى بأكثر من ثلاث سنوات وكذلك التخطيط الآخر وهو التخطيط الـ Operational أو ما يسمى بالتشغيلي هو التخطيط الذي يتم بفترة قصيرة وقصير المدى الذي يحدد أهداف ونشاطات لكل جزء من العمل نحن لدينا عمل كبير ولدينا أجزاء داخل هذا العمل وهذا ما نقصده بالتشغيلي العمل الكبير هو التخطيط الاستراتيجي وداخل هذا التخطيط سيكون تخطيط تشغيلي يشغل هذه الخطط وبالتالي لا بد من التكامل لكي نصل إلى أهداف المنظمة سنتحدث عن كل مستوى أو كل نوع بشكل منفصل دعونا نبدأ بالتخطيط Strategic Plan أو التخطيط الاستراتيجي تكثر التغيرات أو التغيرات المهمة التي تتطلب من المنظمة التخطيط لفترة زمنية طويلة نحن نعلم أن نعيش في عالم متغير هذا العالم المتغير يتغير من حيث العمل كما ذكرنا سابقاً من حيث أدوات العمل من حيث العاملين من حيث الأنظمة من حيث البيئة المحيطة التقنية التنافس في عالم الأعمال لذلك المنظمة التي تنشد النجاح لا بد أن تواكب هذه التغيرات الموجودة في سوق العمل وبالتالي لا بد أن نضع خطة نسير وفقها ومن ثم تكون مرنة في العالم هذا أو في العالم المتغير إذن على سبيل المثال قد يستغرق تطوير إنتاج خط منتجات قد يكون منظمة ترغب في إطلاق منتج جديد أو خط منتجات جديد أكثر من عام وبالتالي هو تحول من قصير إلى متوسط وحينما نقارن مثلاً فيما يتطلب بناء مصنع جديد سنوات متعددة من التخطيط قد نحتاج بناء مصنع لأكثر من ثلاث سنوات وبالتالي لا بد أن تكون الخطط مدروسة مبنية على أسس مبنية على العالم الأعمال المتغير أيضاً عليه تحضر الخطط الاستراتيجية بقدر بالغ من الأهمية وبحكم محدودية الموارد نحن نعلم أن الموارد محدودة المال محدود الموارد البشرية محدودة لا يمكن لأي منظمة أن تضع الخطة التي يكون فيها مال كبير أو هدر كبير لأن الأموال محدودة وكذلك القدرات محدودة والإمكانات وبالتالي لا بد أن نستغل هذه الموارد المحدودة بأفضل صورة لكي نخرج بخطة استراتيجية تكون واضحة ولا تقبل مثلاً الأخطاء والتكرار والفرص المهدرة قد تعيق محدودية الوقت والموظفين نحن لدينا أوقات أيضاً محدودة المنافسين لن ينتظرونك الموظفين أيضاً قد يكونوا يحتاجون إلى مبالغ في زيادة الأعباء وكذلك في التزام بشكل أكبر كذلك الميزانيات والموارد الأخرى إذن قد تعيق المنظمة من بعض الأشياء أو من بعض الأمور لذلك نلاحظ الاختلاف والتمايز ما بين المنظمات منظمات لديها موارد لديها مال كبير منظمات لا يكون لديها مال تحتاج إلى اقتراض تحتاج إلى موظفين وبالتالي هذا قد يؤثر على بعض المنظمات في عملية وضع الخطط لكن نحن نعلم أن الخطط لابد أن تبنى على الموارد المتاحة وأيضاً أن يكون فيها طموح للتطور في المستقبل لذلك تركز الخطة الاستراتيجية لأي منظمة لو نظرنا لأي منظمة صغيرة كبيرة لابد أن تكون المهام ذات الأولوية القصوة بمعنى يكون الخطة الاستراتيجية مبنية على المهام ذات الأولوية للسنوات الثلاثة القادمة أو أكثر إذن ننظر في المشروع أو المنظمة ما الذي تسعى إليه والمهام الأساسية والذات الأولوية وبعد ذلك يسمح إتباع الخطة الاستراتيجية بدقة لجميع الموظفين في المنظمة أن يخصصوا الوقت للمهام الأكثر أهمية والذات الأولوية بمعنى قد يكون لدى الموظفين وقت ضيق ولكن لدينا أولويات نحن ذكرنا مهام وأولويات إذن لا بد أن نرتبها بناء على الأهمية وبالتالي الموظفين يؤدونها بناء على هذه الأهمية لا يقدمون مثلا عمل غير مهم على عمل مهم لأن الوقت محدود وكذلك الموارد محدودة ولكي نحقق الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه المنظمة فيما يتعلق بإبراهيم لو نستذكر قصة إبراهيم الذي أتى إلى موظفة المصرف وأراد أن تقدم له المبالغ لكي يحول متجره من متجر مادي إلى البيع لمطعم عبر الإنترنت وذكرنا أنه يحتاج إلى أكثر من 420 ألف ريال لكي يتوسع ويوسع مكان الطبخ أو مكان تقديم الطعام والذي أيضا قد يكون له شراكة مع التوصيل إذن حينما أتى إلى موظفة قد يكون هناك رفض بمعنى أن إبراهيم لم يقدم لها الأشياء التي ترغب أو يجب أن تكون في الخطة التي تعتمد على الأهداف تعتمد على المبالغ، تعتمد على المنافسة، تعتمد على التقارير المالية لذلك هنا إبراهيم لم يقدم الخطة الاستراتيجية لهذا المشروع لا بد من القول أنه سيقوم بالتخطيط الاستراتيجي لكي يحصل على هذا المبلغ أو هذا التمويل فيما يضع أيضا خطة عمل إذن سيضع خطة استراتيجية وأيضا يضع خطة عمل وبحسب موظفة المصرف من الضروري أن لا يتسرع أيضا خطة استراتيجية يجب أن لا تسرع ونتخذ قرارات لا بد أن ندرس الأمور كما ذكرنا كلما كانت المعلومات دقيقة، كلما كانت تخطيط أفضل وبالتالي لا يتسرع في أي قرار بتوسيع أعماله ما لم يدرس بدقة وعناية كيفية القيام بذلك إذن التخطيط الاستراتيجي يحتاج الدقة، يحتاج العناية بعد ذلك يحتاج بالتأكيد المعلومات الكافية التي من خلالها نبني الأهداف وهذا ينطبق على حالة إبراهيم فالمديرون بشكل عام يحتاجون إلى قدر كبير من المعلومات لماذا؟ لأن المعلومات تساعدنا في التوقع في إمكانية جني الأرباح أم لا؟ من القرارات التي ينمو اتخاذه إذن المعلومات هي قد تساعدك في الحصول على أرباح ولكن ليس بشيء مضموم مئة بالمئة لأن عالم الأعمال متغير، الفرص تتغير، المنافسة تتغير وأيضا أحداث تتغير ولكن كلما كانت المعلومات دقيقة كلما كان القرار قريب للدقة والصحة بالتأكيد وأيضا يساعدنا من خلال الدراسة أن هل نستطيع جني الأرباح أم لا؟ ونحن نعلم أن التخطيط هو قبل أن ننطلق وحينما ننفذ قد نواجه بعض العقبات التي قد تقلل من الأرباح تقلل من بعض الأمور ولكن بالتخطيط سيكون الخطر بالتأكيد أقل لذلك يضمن لهم التخطيط الاستراتيجي الحصول على المعلومات وتحديد الإجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة بشأن توجه العمل وهدافه إذن كلما حصلنا على معلومات دقيقة كلما ساعدنا ذلك في الوصول إلى الإجراءات والقرارات الصحيحة وبالتالي نستطيع أن نوجه العمل ونحقق أهداف المنظمة نأتي إلى خطوات التخطيط الاستراتيجي نحن تحدثنا عن ماذا نقص بالتخطيط الاستراتيجي من الذي يركز عليه الآن نأتي إلى خطوات وهو يمر بعدة خطوات أولا أو الخطوة الأولى تحليل الخارجي نحلل العوامل الخارجية التي قد تؤثر على العمليات في المنظمة مثلا العملاء سيؤثرون على مشروع المنافسون، الوضع الاقتصادي، الحكومة، الاستقرار، القوانين كل ذلك من العوامل الخارجية التي تحتاج إلى تحليل لكي نبني عليها أهدافنا الخطوة الثانية التحليل الداخلي إذن داخل المنظمة يدرس المديرون العوامل التي تؤثر عن نجاح مثل العمليات، الوضع المالي للمنظمة، الموظفين، مهاراتهم، الموارد المتاحة المتعددة في المنظمة إذن داخل محيط هذه المنظمة والشركة الخطوة الثالثة رسالتنا أو رسالة المنظمة يتفق المديرون على توجيه العمل أو أهم أغراض المرجوع منهم وذلك بناء المعلومات التي تم جمعها وهي الرسالة التي ستنهجها أو ستستمر عليها المنظمة إلى أن تصل إلى رؤيتها وأهدافها الخطوة الرابعة الأهداف يقوم المديرون ببلورة نتائج الأعمال لتحقيق الرسالة إذن رسالة ستحول إلى أو هي رسالة نسير عليها لكي نصل إلى أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها بذلك تكتمل لدينا استراتيجيات وهي الخطوة الخامسة التي يحدث مديرون الجهود التي يتوقعون بذلها في كل مجال مجال العمل لضمان تحقيق الأهداف إذن هذه الخطوات الخامس ستقودك إلى وضع خطة استراتيجية مناسبة وسنتحدث بالتفصيل عن هذه الخطوات بإذن الله في الدرس القادم إذن هذه الخطوات ويشار إلى الخطوة الأولى والثانية بما يسمى بتحليل السوات أو هو نقاط الضعف نقاط القوة الفرص التهديدات ويعني ذلك فحص المحيط بالمنظمة من خارج ومن أيضا الفرص من تهديدات محتملة من المنافسة وبعد ذلك نستطيع أن نحكم على العوامل الخارجية ونضع خطة تناسب الأوضاع الخارجية بعد ذلك التحليل الداخلي ومن ثم الرسالة الأهداف والاستراتيجيات إذن ملاخص حديثنا اليوم تحدثنا عن أهمية التخطيط ذكرنا أيضا من خلال مستويات التخطيط أنه التخطيط استراتيجي هو يمتد لفترة أطول من ثلاث سنوات يحدد أهداف ونشاط العمل ككل أو في مجملة التخطيط التشغيلي هو قصير المدى الذي يحدد أهداف كجزء من العمل الكبير الذي يقوده للتخطيط الاستراتيجي ذكرنا خطوات التخطيط الاستراتيجي بخمس خطوات تحليل خارجي وذكرنا أنه سواد تحليل داخلي ورسالة ووضع الأهداف وأيضا الاستراتيجيات وبذلك يكون تخطيط الاستراتيجي اكتمل أو خطوات تخطيط الاستراتيجي اكتملت إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته